غرد النائب وليد جمبلاط عبر تويتر قائلا هل صحيح أنه يجري في مطار بيروت توقيف مواطنين عائدين من السفر أو مسافرين بحجة محاضر مخالفات سير وبالتالي يسجنون إلى أن تسوى الأمور وأضاف للمناسبة المدعي العام لا يعمل السبت الأحد فيبقى المواطن موقوفا أليس أفضل سجن كبار القوم ومرافقهم الذين يهينون الناس لدى مرورهم ويستفزون الشعور شكرا